مرحبا بكم في آسفي حاضرة المحيط مدينة السمك والشواطئ والخزف في هذا الفيديو اللي هو عبارة عن وثائقي واتقت من خلال مراحل صناعة الخزف هالصناعة اللي كتتعتبر من الصناعات التقليدية القديمة واللي معروفة بها المدينة الصناعة اللي كتساهم في إنعاش القطاع السياحي للمدينة وأيضا كتوفر مناصب شغل لفئة كبيرة من الناس في هذا الفيديو قد ينقربكم أكتر من صناعة الخزف بالمدينة بالضبط بتل الفخارين التاريخي سنتعرف سويا على كل مراحل صناعة الفخار مع المعلم سعبد الهادي غيوز اللي مبخل شعلينة بحسن الاستقبال وإعطاء كل المعلومات عن الفخار فخار آسفي سنتعرف أيضا على صناع يشتغلون في صمت لهم الفتاحية فهذا هو السعبد الهادي سيرافقني طيلة الفيديو ونحن في تل الفخارين التاريخي فرجة ممتعة دور المرحلة الأولى هو هذا الطين المرحلة الأولى هي؟ هذا الطين يأتي من دخلة ديلاسفي منين؟ دخلة ديلاسفي شربع كيلومتر تقريبا نعم المرحلة الأولى يأتي طوب فازق ويجعلوا في الشمس تاكين شف لقد قمت بقوا طريفات صغار اللي من بعد قمت بقوا في شارج المرحلة الأولى يجعلوا في شارج العمرو بالماء والطين يجعلوا هنا تكيدوا بوحد نهار وليوم يفيد شارج هنا نهار الثاني يجعلوا هنا يجعلوا في شارج العمرو بالماء والطين وقت يشرب ثاني يجعلوا واحد يومين اللي كان العمرو بالماء والطين يجعلوا فوق والفغالي يجعلوا تحت اللي كان عجلوا برزلين يجعلوا واحد مرة تقريبا برزل بشك يشرب اللي من بعد قطعوا قيطة صغار اللي كان دخلوا لطور اللول من بعد قطعوا برزلين مولد يجعلوا واحد مرحلة chính時間 هذه المرحلة الثالثة هذه المرحلة الثالثة هنا لقد استمرت العجنوب برجلينة ، فلتقت المرة تقريباً نعم ان يشربه بالحديث الصغير يجعله هذا النظر على الطفل يبدو مكانك بيديه وفي نفس الوقت يجد الاحجار يجب أنه يجزل لها جميلة من هذا النظر فعل العجنوب بيديه العجنوب بيدينا تنقى مزيان باوت عجن ها 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 تهريم الباد كيدوز اللولي تور احنا بفرنسي كيقول لطور ها ها هذا تقليدي تور تقليدي ها هذا تقليدي ها ها كل لطور تقليدي ها 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 ه هذه الفزة يجب أن تخدم إذا تخرج من الأول كامل، طاجين، توصير إذا أريد أن ندورها برجلية هذه الفزة يجب أن تخدم 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 يعني يكون كل شيء قليلا يجب أن تخدم يعني تشكلها كما تخدم يجب أن يخدم برجل يجب أن تخدم ليس جيد هناك الفرنسية برجل لا مشكلة هذه الفرنسية هذه الفرنسية يجب أن تخدم لا يوجد أن تخدم لا يوجد أن تخدم لا يوجد أن يجب أن تخدم هذه الفرنسية لأن قمت برجل لا يوجد أن تخدم تخدم ايجب أن تخدم لأن تخدم لا يوجد أن تخدم تخدم ناستقل يعني الخدمة دياله هي سهلة خاصة غير ممارسة و يعني ممارسة صافية ديبه هذا توصيل هلذا درت المره بالصالة دي عاود درتها توصيل و تقدر لي الفور مخرق و نجعله كوب فروي يعني شيه؟ هاا هدي كوب فروي مشكلة هاد مشكلة هاد تحل مخفية غلى كوب فرويات هل هي كان قطعة اهه اه 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 ده هاد بيسة قطعة و كنا خرجوا للسمش و تقريبا ساعة ساعتين لحسا لطقس كتنشف من دك المقارب دك الملك يكون فيه كتنشف شوية كتشرب هاد من بعد كندخل هاد الضلب الامبر كندخله واحد نهار و يومين تقريبا كتتريح في الضلب هاد من بعد كندقى و احد الاجهار هنا في حزنها وإضافة لحزنها فلنرشد خسار حدثة أحضار حبيثة فلنرشد خسار عليها وانتخل ببعطة الحزن حذر ببعطة الحزن الذي دخلت خسار حبيثة المرة الثانية 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 اه تبارك الله لك زوي انا دابع ندير لك عندي فاجين عندي وطاق الكوفير عشان دابع تحكم نصار هنا بزيف اه يعني كي يجو هنا يا الناس الاجب انا فوق قبل من هده هده كان يجو نصار كتير هنا انضل نجو نصار كن نسال انا مضيف انا فوق انا مستجو نصار وطاق عند امقه انا نصار في امقه انا بطاقه انا بطاقه سنقوم بتطور لسير جواهر سنقوم بتطير هذي الدعفة ترجمة نانسي قنقر 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 أولاً يوجد لفور من قانب وصاب ونهج هذا المنطقة في الدار أو الدكور نعم هذا الأم هو الغطائر الغطائر يوجد البلغات نعم هذا المنطقة البلغة هذا المول الصابونة هذا المول بحال الأمور لا يداروش يعني باليد يضعوهم في المول على هذا الشكل هذا المول صيبين مر القبص هذا المول نعم نعم السلام عليكم لكن هناك شخص ينزل لن يجب أن يكون هناك يجب أن يكون هناك سأخبرك السحف دعني هل يجب أن تجد المول الصحف لا يجب أن يكون المول صحف هااااااا وهذا ما زال يطيبون المرة الثانية المرة الأولى لا يطيبون المرة هذا كان في الشمش نعم في الشمش من بعد ما كيتشينا هذا يبدو أن يطيبون المرة الثانية وهذا ما يقوم بفران وضع هذا ينظر يجب أن يخبرون المرة الثانية يجب أن تضع لفران في الأشياء تريد أن يطيبون المرة الثانية ثم تقليبون المرة وليل إشارة فعد السباغ البيضة هي عبارة على الطيل الابيض اللي كيتم استيرادو من فرنسا ايطاليا واسبانيا لعانك لعانك هذا طاب المرة اللون هذا طاب المرة اللون هل خرج المرة هل كمير هل كمير ايطاليا هل كمير هل كمير ايطاليا هذا هو مرة غير ايطاليا مرة ايطاليا سلام عليكم سلام عليكم هذا مرة مرة توجد صحب لا ايطاليا كل شيء يدي ما يشتغل أنه يراحلها سباغة مائية يشتغل مائية يشتغل مائية خاصة بالطيب يشتغل مائية يزير السباغة لما يسمح وعندما يشتغل ماء كان يمشح يدعي مائية وما يشتغل مائية تقليليين ونحن المشارعون هل تقليليين؟ شعر دي الحمار شعر دي العاود لا، هذا الحمار دي الحمار هل العرف ديال هل يتقسر لا، يرطب لا، يرطب بإخدام هل تفتح عن هذا الشيء؟ أفتح بإخدام الحمار 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 هذه الحمار تجربة تجربة هذا سواق يكون جيد حمار حمار هذا مباشرة مباشرة حمار اظن انت تجربة المهنة مباشرة 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 نتمنى من الشباب الذين يتعلموا هذه الحرفة لكي لا تبقى هذه الحرفة جيدة ويوجدت ميزة الفخار مباشرة 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 سنعطية الله نعم هذه الحرفة آخر مباشرة مباشرة آخر و هذا هو الألوان التي يقومون بها في الأخير بريونس لا يوجد هذه المادة بريونس فهو سيضعهم هنا لتعطيهم المعنى ما يكون فيهم هذا؟ هذا يمكنك خلط المعنى يمكنك خلط المعنى يمكنك خلط المعنى ويقومون بها يمكنك خلط المعنى หนيار يعني مع ألوان الكر plugins تقومونون بها فكي تضغط المعنى فكي تضغط المعنى هم هم فكري التي تضغط المعنى فكي تضغط المعنى ستقولون بها صحيح فكري ثم يجب هذا الفرن من الفرن الغريج يعني تبالعواد فارن فرن لنقوم بإزداد المعافية هذا الفرن سأستفتم فرن فنقوم بمجدد بإزداد المعافية تنفيذ فخار مع الرسالي ونبقى مفتح لدارس ونبقى نغطي من الشارق ونبقى مفتح لدارس ونبقى مفتح لدارس يبقى تقريبا قد نظر نظر قد نظر هذا هو السكيوتير السكيوتير هذا السكيوتير قبل أن يدخل فران بقى رطب يدخل لسهولة بسهولة فران موضيح وانا تبقى على طباب حيث تعمل هذه فران موضيح هذا فران موضيح هذا موضيح هذا موضيح هذا فران للغاز هذا موضيح موضيح يعمل بالغاز موضيح موضيح ما تكون موضيح تحصل على حرارة 950 دقري يتحصل على حرارة 950 دقري 980 دقري هذا 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 هو الماء هذا الماء هذا الماء هل يجب أن تردع أمام الماء؟ هل تشعر أمام الماء؟ هل تشعر أمام الماء؟ نعم شكرا اشترك لك هل يمكنك أن تفضل السورة؟ هل يجب أن تفضل تأنيا؟ لا حسب لك إلى تقديم الماء بدون يجب أن تفضل هل يجب أن تفضل؟ أين يجب أن تفضل؟ لا يجب أن تفضل 講究 يوجد مدداً هناك مرحلة أتمنى أن هذا أكثر في الأنشاء السورة يجب أن يكون هناك مدداً هذا من المشكلة brush يتطبيق الملافع تطبيق الملافع يتصبح على Wyoming أشياء الأسجاه المنزل ونزل يتصبح النصار يهتم العمل يتصبح 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 ملتاز يتصبح تطبيق الملافع يتصبح قبر البيت بشوش الغبرق ستدروري ما تكونش بش متجيش محبه ببرفي بش متجيش محبه ببرفي قبل اخذة يلي اه با المه درق اه اه مه درقات اه اه هذا الفرق نضع دعم دبا فيه فخة هذا القاز التي تصل إلى درجة حرارة 980 بالنسبة لفرن يعمل بالبوتاط القاز العادي ترجمة العمارة ترجمة العمارة ترجمة العمارة لاحقا ترجمة العمارة ترجمة العمارة او لحظة العودة غالية لكي يحمى هذا الفران هذا الفران في القيس تخضر 6 بوطط طيب فران 8 بوطط و تخضره الأخص من هذا يجب أن تخضر 60 أفرق و يجب أن تخضر الأفرق هذه الأفرارة هذا الفران من داخل هذا الفران من داخل هذا الفران من داخل الحمد للفران هذا تقريباً العمر يمكن أن يكون أكبر من نعمة نعم نعم هم داخل نعم ترجمة نعم طيب من مصير نعم هذا الفران يجب أن يكون لطيب من داخل حيث يشد الحرارة نعم هل أنت مستعمل هذه الراحة؟ نعم هل أنت مستعمل هذه المستعملة كورونا هذا يشد العافية هذا فران هذا فران هذا فران يقولون لفويل 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 هذا فران هذا فران هذا فران قديم هذا فران أمام يجب أن تقلل Pangani في الدينة ديسارة عندما أستفق قبل فران المقابلات الطابنت وانتوى مراتهم ينطب المنزل التقليدي خلال فران صغير أو صندري يقوم بنظام فريطة وإسجب منااجهنا ينطب المنزل يساعد لديها منذ 6 وقت قريبا ان تكون هناك بيشرة و ترى و تقلبها و تبعطيها كل شيئ طالب تبعيها أنا أحياني وهذه الشعبة نعم مدينة أسفي لكي تصيف فخار هذا الجهاز في فخار أكيد هذا يحول على الفخار نتمنى من الناس المهتمين في الخارجي وتعلموا حيث تبالية لا تبقى نرى غير الناس كبار ومالك يزاولون خلال الشباب تعلموا للأسف وبهذا يكون الفيديو وصل للنهاية كانت منها إن شاء الله تكونوا اختيتوا فكرة على كل مراحل صناعة الفخار مع المعلم السعب لهذه غيوز اللي كنت جد سعيدة أنني صورت معاه هد الوثائقي ومن خلال هد الفيديو كان بغي نحيي كل الصناع التقليديين اللي كيفما قلت في الأول كي يشتغلوا في صمت واللي بقين محافظين على ثقافة الخزف بمدينة آسفي كما كتشوفوا فأنا حاولت أنني انقذ هد القطعة من الخزف بمساعدة السعب الهدي اللي كتب فيها الاسم ديالي ووثقها باسم المدينة وأيضا السنة اللي كن بغي نشكره من هاد المنبر وأخيرا إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تخلوا لي اللايك وهناك نقول لكم شكرا على المتابعة وإلى اللقاء